ناس كتيرة ما تفتكرش الشباب الصغير يعني تفتكرش ان انت بداية اهلي اه ان كنت باشين اهلي من 2008 اعدت في الاهلي قد ايه اعدت سبع سنين مشيت 2013 تقريب سبع سنين وتسعدت فريق اول قبل كده سعدت كان مع الجل أبوتريكا وبركات كابتن طبعا كلهم والجمعة ورحمة الفاتين تقريبا 2010-2011 في الحدود دي كان مين الحرس الاساسي لأهلي كابتن شريف اكرامي وكان موجود كابتن احمد عادل زميلة طبعا في الاسماعيل برضو دلوقتي وكابتن حمود ابو السعود ومسعد عود ليه بقى وقتها مشيتني النادي عليه ايه ظروف اللي حصلت كان طبعا الاربع حرس كان ماشاء الله مستوى كويس وكان مسعد عود طبعا اخوها وحبيبي كان نفس سني 93 وهو 93 ولا 93 فطبعا كان جاي من متخب ماشاء الله كان عامل مستوى كويس مع متخب الشباب بس الحمد لله يعني ايه هي طبعا حتة مفاضلة بقى هو في سني نفس السن فطبعا هو كانوا جايبينه شاريينه من الاسماعيل بمبلغ كويس وكان هو راجع من المتخب فليه اسمه يعني فهي دي كانت واجهات النظر في دي بس صح انت كان مين الجيل بتاعك كان جيل بتاعي رامي ربيعة واللي معروفيني يعني دلوقتي رامي ربيعة و احمد حسن كوكا و تريزيجيه و رمضان كان بتصعد معانا رمضان الصبحي و سيد شابراوي بقى و ميدو و محمد رزق و محمد حسن اللي معانا و كريم بامبو و كنا جيل جامد يعني و الشامي لكن معانا و يعني ناس كتاها عشان ما نساش حده و عمرا أشرف و سليمان حسين و عمار محسن و حمدي ماهر كانوا كلهم عشان ما نساش حد يعني ففيهم اسماء كتيرة دلوقتي م شاء الله و مصعد عوض كان معانا طبعا مين كان بيدربك في الاهلي مدرب حراس معانا ما اول طبعا مدرب كبير و الاسم الكبير كابتن اكرامي اول اللي جابنا النادي الاهلي كان كابتن اهاب جلال مدرب الحراس لو تعرفه طبعا اهه شافني في مطش و دي فاختبرني بابن الشوطين بعد كده كان اللي مسك الفريق كابتن اكرامي طبعا بعد كده شافني اختبرني كزا يوم كده والحمدالله يعني ايه يعني ياخدوني بعد كده كابتن عمر أور كابتن عمر اور طبعا مزيه محترم جدا كنت جاي من الاهلي برضه من دوميات اه كنت جاي من استيد دوميات انا بدأت في كفر البطيخ مركز استيد دوميات ومن ثلاثة من عليها على الأهل على طول طيب